تصويت على مرشح وزارة الدفاع بعد طول انتظار تمكن مجلس النواب من منح ثقاته لمرشحي الحقائب الوزارية ثلاث من الاربع المتبقية لكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهد الحكومية حيث تمكن المجلس من التصويت على الاسماء المرشحة لتولي وزارات الدفاع والداخلية وفاروق امين الشواني وزيرا للعبد وزير الدفاع اللواء قوات خاصة نجاح حسن علي الشمري ولد في بغداد العظمية عام 1967 حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية وماجستير بالتخطيط الستراتيجي تخرج من الكلية العسكرية الاولى عام 1987 تسنم عدة مناصب كان اخرها مدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها ومنسر المتابعة لوزارة الدفاع اما وزير الداخلية الفريق الدكتور ياسين طهر حسن ياسر الياسري الذي ولد في بغداد عام 1958 فهو حاصل ايضا على شهادة البكالوريوس في العلوم الامنية والشرطوية وبكالوريوس قانون من جامعة بغداد الى جانب عدد من الشهادات الاخرى في مجال تخصصه دخل العمل الوظيفي عام 1979 وتسنم عدة مناصب كان اخرها مستشارا لوزير الداخلية اما الحاصل على ثقة البرلمان لتولي حقيبة العدل فهو فاروق امين عثمان محمد الشواني ولد في كاركوك عام 1957 حصل على شهادة البكالوريوس بالقانون والسياسة عام 1980 كما حصل على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية عام 1993 تسنم عدة مناصب منها رئيس محكمة السناف محفظة بيقار ورئيس محكمة السناف الانبار وكان اخرها رئاسة محكمة السناف كاركوك اشتركوا في القناة